شيء ثالث أحبائي رجل الله هو رجل المواقف لازم يكون عنده مواقف واضحة واضح أن هذه المواقف لا فيها مسايرة ولا تهادن ولا مساومة على حساب الحق الكتابة فإذن واضح الشخص اللي عنده دعوة لازم يكون فيه له مصداقية لدعوته وإذا عنده رسالة مع إرسالية لازم تكون من أولها لآخرها عنده وضوح مش بيمسك العصى من النص طالما أنه الوضع السياسي غير مؤاتف في هذا المكان خليني أساير لا رجال الله كان عندهم مواقف واضحة كانوا يقفوا ضد الخطيئة وضد الشر بكل شراسة بدون خوف بدون تراجع وكان مستعدين يموتوا من أجل الرسالة فلاحظ بالنسبة لإليا كان عنده تحديات التحدي الديني كان لازم يتحدى أنبياء البعل وكهنة البعل وأيضا أنبياء العشتروت إلهة السماء ثم كان عنده تحدي سياسي كان لازم يتحدى الملك أخاب وفعلا تحدى قال له أنت مكدر أنت اللي خليت إسرائيل يصل لهذه الدرجة من الشر ومن الاستياء كان عنده تحدي أخلاقي ضد الملكة إزابيل اللي من خلال جمالها وسحرها وزناها استطاعت أن تغوي إسرائيل كان عنده تحدي اجتماعي المملكة كانت مرتدة عن عبادة الله الحي وقف إليا وقال إن كان الرب هو الله فاتبعوه وإن كان البعل فاتبعوه يعني طلب من الناس وسألهم حتى متى تعرجون بين الفرقتين ما كان في قول أنا أجاتني فكرة مش من الرب فكرة شيطانية أو بسبب الظرف السياسي أنا بساير أو بهرب لمكان حتى يكون مؤتلاء كانوا مثل السيف كانوا حدين كانوا رجال مواقف كان يقولوا هكذا يقول الرب هكذا يقول الرب وهذا اللي بميز رجال الله العظام عن أي شخصية أخرى اشتركوا في القناة